مرحبا حبابي ورجعت لكم فيدي جديد بتمنى يا رب يعجبكم واذا اعجبكم ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة اليوم رح نعمل فطاير بالجبنة ورح نعمل فطاير محمرة بدبس لفليفلة يلا وهنا في عنا ثلاث بصلات كبار بنفرم الناعم واذا حسنتوا بتفرمونا عب لسا اكتر من هيك بيكون احسن واذا هيك متل ما انكن شايفين خلصنا فرم البصل وانا نكز الزيت من كتة ونحط البصل من كتة فوق الزيت منحرك البصل هيك ومنعيفه شوي لبين ما يدبل هو لا تشوفوا كتير هيك بعدين هو رح يدبل ويقلي عني مثل ما انكن شايفين هون شقرة عنا البصل عنا مع علقة لبس بندورة هون كامل كتة دبس لفليفلة دبس لفليفلة طبعا حسب الرغبة يلي بتكون ياها انتو بتكتروا او بتقللوا عكيفكن حسب الرغبة يعني ومنحرك هيك اللي بدبس لفليفلة مع البصل ومنحرك هيك اللي بدبس لفليفلة مع البصل وهنا متل ما انكن شايفين هون عنا منضيف الملح هون عنا سمسم طبعا هدول حسب الرغبة كمان هون كمان عنا حبة سودة حبة البركة منحرك هون شوي على الغاز وهيك هون صارت عنا جاهزة حشبة الفطاية اللي الاولى هون كمان عنا جبنة منفرم الجبنة بالشوكة هيك ما ساية ناعم كتير منضيف عد جبنة حبة البركة حبة السودة منحط شوي تفليفلة حمرة كمان زعتر بري كمان مع زيت اصلي مع زيت زيتون منحركهم كلهم مع بعض منحرك منحرك بتكون عام لجهزة الحشبة الجبنة للفطاير موسيقى 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 كما ترون هون انا عندي عجينتي جاهزة هون برشنا نعمل الفطاير وحسب الشكل الي بتكون الي ايه اللي بتعملو للفطاير حسب الشكل انا عجبني هذا الشكل للفطاير وعملته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة